المخ عضو ضعيف لذلك بيتم احطه حمايته عن طريق 3 اغشية بيطلق عليها اسم الاغشية السحائية منينجيس الغلاف الخارجي بيسمى الام الجافية ديورا ماتر وبيكون اقوى غلاف هذا الغلاف المكون من طبقتين بيكون متصل مباشرة مع النسيج الضم المغلف للكرينيام وبيطلق عليه اسم بيريوستام اوفزا كرينيام موجود ما بين الام الجافية وعظام الكرينيام الى وعية دموية السحائية واللي دورها انها بتوصل الدم للكرينيام والاغشية السحائية بيكون فيه ايضا حيز او فراغ موجود ما بين الديورا ماتر والكرينيام بيطلق عليه اسم ايبيديورال او اكسترا ديورال سبيس وبيكون موجود ما بين طبقتين الديورا ماتر الديورال ساينسز واللي بتوفر تصريف وريدي من المخ طبقات الديور المطر بتكون على شكل إنحناقات أو إنسناقات الإنسناقات دي بتعزل تركيب المخ وبتوفر دعم وحماية إضافية للمخ إنحناقات الديور المطر بتشمل الفالكا السريبراي والتينتوريام سريبلاي الفالكا السريبراي بيفصل ما بين السريبرا الهيميسفيرز بينما التينتوريام سريبلاي بتنتشر على شكل خيمة وبتكون فاصل ما بين السريبرام والسريبيلام الليجن اللي بتكون موجودة فوق التينتوريام سريبلاي بيطلق عليها اسم سوبراتينتوريال بينما الليجن اللي بتقع أسفل التينتوريام سريبلاي بيطلق عليها اسم انفراتينتوريال وبيكون في فتحة بيضوية الشكل موجودة في التينتوريام سريبلاي بتكون التنتوريال نوتش وبيطلق عليها اسم انسجورة واللي بتحيد بالميت برين وتوفر الاتصال الوحيد ما بين الانفراتنتوريال سبيس والسوبراتنتوريال سبيس الغلاف الاوسط معروف باسم اركنويد من برين الغلاف العنكبوتي وده عبارة عن غلاف رقيق وشفاف بيتفصل عن الديوراماتر بوسط تحيز اسمه سابت ديورال سبيس الغلاف الداخلي اسمه بايماتر الام الحنون وهو غلاف مريء بالقوعية الدموية ملتصك بعناية بالمخ السابر اركنويد سبيس بيفصل البياماتر على الاركنويد ماتر السابر اركنويد سبيس بيحتوي على السريبريو سبينا الفليويد اللي هو السائل الدماغ الشوكي واللي بينتشر خلال المخ والحبل الشوكي وبيحمي الجهاز العصب المركزي اشتركوا في القناة